أيضاً تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تبادل خلال الاتصال الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسرعة بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي